قال مبعوث الأمم المتحدة إلى شرق الأوسط نيكولاي ملادينوف إن الصراع العربية الإسرائيلي يشهد فصلا جديدا يهدد بنشوب حرب ضروس يجب على الجميع العمل من أجل عدم وقوعية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من أبرز مساببات التطرف وهو تهديد محدق باستمرار في المنطقة أتحدث إليكم وهناك مجموعة من العوامل الإنسانية والسياسية والأمنية السلبية ولو نشب نزاع جديد بين حماس وإسرائيل فإن تدعياته لن يحمد عقبها في غزة وقد أحذر ملادينوف من استمرار سلطات الاحتلال في القتل الممنهج وقتل أطفال والعزل أثناء مسيرات العودة التي ستتجدد مرة أخرى على إسرائيل أن توازن في استخدام القوة والذخيرة الحية وعلى حماس أن يبقوا متظاهرين بعيدين عن السياج الحدودي وتلاف الاستفزازات أطفال فلسطين في خطر حقيقي وفي حاجة للحماية ونأسف أن إسرائيل أطلقت الرصاص على أربعة أطفال حتى الآن وأؤكد أن الأطفال يجب أن يبقوا بعيدين عن الاستهداف